السامسونج GALAXY S20 Ultra عبارة عن فرد عضلات حق شركة سامسونج حق شنو تقدر انت تتحصل متريفون يكون كامل المواصفات بس حجمه كبير حق ناسوا هذه كثيرة وزنه ثقيل وأكيد سعره يعتبر غالي فما يمكن خياره المنطقي بالنسبة لك يكون السامسونج GALAXY S20 Plus موسيقى يعطيكم الصح والعافية معاكم محمد بوريكي الحين انا سويت مراجعة تفصيلية واي طويلة حق السامسونج GALAXY S20 Ultra انصحك وبشدة قبل اتكمل هذا الفيديو اذا ما شفت هذه المراجعة شوفها وارجع الحين شوف مراجعة السامسونج GALAXY S20 Plus لانه فيه وايض امور ما راح تطرق لها بنفس التفاصيل كون انه هي متشابهة ومطابقة تماما على ال S20 Ultra بهذا الفيديو راح اركز على الفروقات ما بينهم وشنو الشغلات الممكن تخليك انت تفكر انك تستثمر بال S20 Plus بدال السامسونج GALAXY S20 Ultra حلوي حياك الله اتوقع حين انت شفت الفيديو مع سامسونج GALAXY S20 Ultra فخم بلش او شي مع شنو الفرق الملموس وهو حجم التليفون الشاشة اللي موجودة على ال S20 Plus راح يكون حجمها 6.7 بوصة فييكب هيئة ملمومة اكثر واصغر واكيد اخف من الموجودة على ال S20 Ultra ليكب شاشة 6.9 بوصة بس التقنيات كلها راح تنتقل هنا ونفس التجربة تماما قاعد كلمانا عن اهم ميزة يديدة ال 120 هرتز ريفرش ريت ديناميك امولد اصدار الثاني كواد اجدي من ناحية الدقة بس انتبه مرة ثانية 120 هرتز راح تشتغل فقط على ال FHD Plus وقت تصوير هذا الفيديو بصمة اليديدة و HDR 10 Plus واكيد لغة التصميم من ناحية الخرم هذه الامور كلها راح تنتقلك كتجربة من ال S20 Ultra بتماما الناس الموجودة على ال S20 Plus بس بحجم اصغر من 6.9 بوصة ليس 6.7 بوصة الشي الثاني اللي صار اقل هو ساعة البطاريا 4500 ميلي امبير مقارنة ات 5000 ميلي امبير بس مرة ثانية المعايير اللي موجودة على ال S20 Ultra اللي اعطتني ما بين الخمس ساعات الى خمس ساعات ونص سكرين وان تايم موجودة تماما هنا يقعد كنا مشاعر معالج Exynos 990 زائد 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع PDDR5 و 128 جيجابايت ذاكرة تخزينية كابتداء ان يوصلك الى 512 من نوع UFS 3.0 معنات هذه الامور كلها تحافظ لك على اداء البطاريا ككل من ناحية صرف معدل استهلاك الشاشة فما بين الخمس ساعات وخمس ساعات ونص مرة ثانية على شاشة ال S20 Plus من ناحية ساعة البطاريا ويدعم لك شحن سريع بس مو سرعة ال S20 Ultra يعني عندنا 25 واط كحد اقصى مقارنة بال 45 واط الموجودة على S20 Ultra بس الحل في الموضوع انه على الأقل حطيك اياها داخل العلبة والفرق الثالث والأخير راح يكون ال Configuration مع الكاميرات عندنا هنا اربع كاميرات من الخلف استختلف عن الموجودة على Galaxy S20 Ultra الاساسية راح تكون 64 ميجا بيكسل مقارنة ب 108 ميجا بيكسل لايحين يعتبر كثافة بيكسلات جدا عالية والصور راح تكون حدتها وايد وايد منتازة يعطونك option مرة ثانية نفس الموجودة على S20 Ultra انك تستغل البيكسلات كلها علشان تصور صورة اتيك بكثافة بيكسلات عالية وبعد ما تلتقتها يقدر اصوي cropping حق لقطات معينة موجودة بالصورة نفسها وغير شديد يعطونك هم فكرة pixel binding انك انت تحصل صورة استنتجج 12 ميجا بيكسل ب data او بيانات مالة ال 64 ميجا بيكسل فتلاحظ ال dynamic range ال saturation السطوع اهل امور هذي كلها قاعد يشتغل بشكل ممتاز على التصوير اللي موجودة هنا الصور اللي احطتها على S20 Plus نهائيا مقعد تفرق معاي بشكل وايدي كبير عن حصلتها مع S20 Ultra بالذات لما انت تتكلم انت قاعد تشوف الصور على شاشة التريفون نفسه فمن ناحية الحدة والألوان مرة ثانية واذا كان الاصطناعي اللي يعيير لك الوضعيات لما انت تلتقط الصور نهائيا ما كان خير بتأمل بالنسبة لي مع S20 Plus ويعطيني نفس التجربة اللي كانت قاعد حصلها مع S20 Ultra باستثناء كثافة البيكسلات العالية وين شفت الفرق؟ مع عدسة الزوم احنا التريفون ما يدعم لك امية XZoom او SpaceZoom نفسه موجودة على S20 Ultra بس يوصل معك كديجيتال او رقمي لي 30X وما انصح اي حاج يستخدمها لي 30X لانه نهائيا التصوير ما رح يكون قوة الثلاثين اكس اللي انت تتحصلها مثلا مع S20 Ultra مرة ثانية كثافة البيكسلات العبدور كون هنا عندنا احنا 12 ميجا بيكسل مقارنة بال 48 ميجا بيكسل تلفوتك لانز الموجودة على S20 Ultra وهنا يعتمد لك على الهايبرد زوم وال S20 Ultra يعتمد لك على الاوبتيكال زوم يعني زوم فعلي كثافة البيكسلات ما تخسر هنا عندنا احنا زوم رقمي كثافة البيكسلات راح تقل وبعدين عندنا ال 12 ميجا بيكسل بالضبط نفسه الموجودة على S20 Ultra وهذه الاداسات كلهم رح يشتغلون مع ذكاء الاصطناعي مع ان يعيير لك شنو لانت تصوره من ناحية التعرف على اللقطة او التعرف على الاجواء وعدلك الكاميرا عشان يعطيك افضل لقطة ممكنة والعدسة الرابعة والاخيرة رح تكون T.O.F لنز حق الخلفية والغباش الانت ممكن تحصله مع البوكي مود الحين حتى الكاميرا الامامية تغيرت بدالة 40 ميجا بيكسل عندنا 10 ميجا بيكسل نفسي كانت موجودة على S10 والنوت 10 اللي انزلوا العام فكثافة البيكسلات ما حتكون اكثر ومرة ثاني عندك انت وضعية الوايد او الزاوية العريضة مع الزاوية العادية مع كاميرا واحدة وبشكل رقمي تصير لان مرة ثاني عندنا عدسة واحدة لنجدارة اما باجي الامور رح تكون بالضبط نفسي موجودة على S20 Ultra مرة ثاني نفس المعارج Exynos 990 نفس الكنفيقرات 12 جيجابات ذاكرة عشوائية مع 128 او 12 جيجابات ذاكرة عشوائية مع 512 وهم رح يدعم لك 5G مقاومة المايو الزاو بار IP68 شحن لاسلكي شحن لاسلكي عكسي ستيريو سبيكر مع AKG وغير من الامور اللي انت متعود انك تشوفها من شركة سامسونج تكون موجودة على تليفوناتها الرائدة لان التليفون يعد من فئة رائدة بس سعره رح يفرق شوارج وايدي كبير من اللي انت ممكن تحصل على S20 Ultra سعره رح يكون عند الانيبالكويت ابتدائاً ب1000 دولار امريكي حكي انفيقراشن 12 رام مع 128 جيجابات ذاكرة تخزينية وعلى فكرة رح تقدر تستبدل الشريحتين الفيزيائية الى شريحة ومامريكارد او تقدر تستعملها بعد انبدت سم عشان تزيد عدد الشرائح اللي ممكن انت تحطها على التليفون نفسها فهل امور هذي كلها ممكن تكون بالنسبة لك ايه هي الفصال السعر حجم التليفون والامور اللي انت ممكن تخليك انك تفكر تستثمر بالS20 Plus او الشغلات اللي عادة الناس تابعها نفس اللي قلتها اول فيديو فرد اضلات تابع كل المواصفات الموجودة بالدنيا تخليك تستثمر 300 او 400 دولار زيادة يعتمد انت وين عشان تاخذ السامسونج جالاكسي S20 Ultra انا للامانة اشوف ان S20 Plus يمكن خيار موفق اكثر بالذات ان الفروقات الموجودة ما بين ما بين S20 Ultra يمكن ما تلاحظها بشكل وايدي كبير اهمها اكيد الكاميرا اما باجي الامور من ناحية اداء حتى البطارية والشاشة رح يعطيك نفس التجربة تماما فالS20 Plus ممكن يكون خيار المنطقي بالنسبة لك وبس سامنا على اطلق سانتكم تعيشون احمد فعريكي فمالله كريم